قبل أن نبدأ في تحضير هذه السلاطة نبدأ لكم النبدة مختصرة لهذه النبدة التي نقول لها البسباس أو الشامر الشامر فوائد كثيرة خاصة للجهاز الهضمي حتى زريعة البسباس التي يسموها اليانسون هي مفيدة جدا لصحة الأطفال والكبار كذلك تحضرها تيزانة مبيحة كثيرا لطلد الغازات وغيرها من الفوائد الآن نبدأ لكم في تحضير الوصفة أولا نقل بسباس بهذه الطريقة نقطعها هكذا على زوج تحبوا تقطعها بالطول هكذا لتلائم الكثير في أطباق أخرى أو بهذه الطريقة نقطعها ليلائم طبق السلاطة من نفس الحجم نكمل نقطع كامل البسباس و نلتقي بعد حين نحط البسباس في الكسرونة و نحط عليه الماء من كترش الماء من قطعها و ننضي الماء و ندقي الماء و نضي الماء كي تبدأ تغلي نحسب عشر دقايق ونطفي ما يزمشي طيب بزاف فرغته في الكسكس باش يقطر ملاح ونخليه يبرد وجت زوج سنينة ساعة التوم وزوج حبات بيض غليتهم ونحيت لهم القشرة البيض هنا للتزيين اختياري تقدروا تزيدوا حبيبة زيتون التوم هنا راني رحيتها حطيت عليها زيت الزيتون والخل وشوية ملح القليل من فلفل الكحل ومغرفة صغيرة خردر اختياري نخلط كل مكونات مليح حطيت البسبس اللي غليته وقطرته في صحن ونزيد الخاليط اللي وجته هكذا ونخلط مليح ما بقى لي إلا نقدمها على طبق تقديم الصلاطة راهي جاهزة نتمنى تكون عجبتكم الوصفة زيت زينتها بها الطريقة بالبيض يعني بيض مغلي وإلى المرتاقة موسيقى